مع قرب فصل الشتاء تتحضر دائرة شرطة الغابات في السليمانية لزيادة طلعاتها الاستباقية لمنع قطع الأشجار الطبيعية وخاصة في المناطق الجبلية والتي ينوي بعض السكان هناك استخدامها للتدفئة إضافة إلى جهود الحثيثة للمفارس في منع الصيد الجائر للحيوانات البرية تزامنا مع موسم تزاوجيها والذي يبدأ منتصف الشهر الحالي ندعو المواطنين إلى وقف قطع الأشجار الطبيعية بقصد التدفئة وعليهم قطع الأشجار الجافة فقط مع إعلام دائرة شرطة الغابات بالأمر كذلك فأن الخامس عشر من الشهر الحالي سيشهد موسم تزاوج الحيوانات البرية لذلك ستكون المفارس حاضرة لمنع صيد تلك الحيوانات وسيحاسب كل من يخالف التعليمات وفقا للقانون عمل مفارس شرطة الغابات الميدانية يواجه تحديات جسيمة من احتمالية العمل مع وجود حقول ألغام في مناطق لم تطهر زرعت في زمن نظام البعث البائد كذلك المواجهات المسلحة التي قد تحدث مع بعض الصيادين وصولا في بعض الأحيان إلى التعامل مع معلومات مضللة العقبات التي تواجهها المفارس الميدانية كثيرة جدا فمثلا تريدون معلومات حول قطع أشجار في أماكن وعيرة وبعد وصولنا نكتشف أننا حصرنا في حقل للألغام كذلك تحدث بعض المواجهات المسلحة مع الصيادين غير القانونيين أيضا بعض المعلومات التي تصلنا قد تكون غير صحيحة أو مضللة وهو ما يصعب المهمة وخلال شهور العشر الماضية تمكنت مفارس شرطة الغابات من اعتقال نحو 500 شخص بسبب مخالفات متعددة منها الصيد الجائر وقطع الأشجار الطبيعية لقناة زاقروس تيفيشيار محمد السليمانية